خسارة الجزائر لشرف احتضان كاسي إفريقيا 2017 لمصلحة القابونة كان بمثابة الصدمة للجزائر ورياضتها التي باتت أمام واقع مرة أثبت فشل مسؤولها في السيطرة على الكواليس داخل بيت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم ولعل الخسر الأكبر من كل هذا هو رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة الحاج محمد رورا والذي ضيع كل شيء وخرج من اجتماع المكتب التنفيذي للكاف بخفي حنين وهو الذي تخلى عن مقعده داخل الهيئة المسؤولة عن كرة القدم الإفريقية وصوت لحياة للبقاء لسنوات أخرى على رأس الكاف بعد رضائه بإلغاء قانون السن بالنسبة للمترشحين في سبيل حصول الجزائر على رضا عيسى وشرف تنظيم كاسي إفريقيا في طبعتها الواحدة والثلاثين فباء بفشل ذريع وعاد إلى أرض الوطن بوفاض خالين ولم يبقى له سوى قصر داليبراهيم لترأسها إن لم يضع منه هو الآخر ثاني الخاسرين هو وزير الرياضة محمد تهمية الذي أوهم الجزائر وشعبها بقدرة أكبر بلد إفريقية على الإشراف على عرس القارة السمراء إلا أن مكر حاية أكد بأن النفذ والأموال لا تزيد ولا تنقس من ميزان الجزائر لدى الكافة التي دائما ما يقع اختيارها على من يفيدها أكثر لا من يفيد المستدرة السوداء ما وضع تهم أمام حقيقة مراء مفدها أن الجزائر قد خسرت تحت إشرافه تنظيم أربع بطولة قرية متتالية وهو الذي كانت تعول عليه حكومة السلالة لإعادة التظاهرة الإفريقية إلى الجزائر بعد طول غياب تحقيقا لحلم شعب يتنفس ويعيش كرة القدم فضع الحلم ووضع تهم على المحكة وبات أمام مصيبة قد تجعل مستقبله مجهولا وكرسيه في الحكومة على شفحفرة ومن كل هذا قد نكون نحن الخاسرين لمنشآت وملاعب هيئت بهدف استقبال إفريقيا مطلع 2017 فضع الهدف كما قد تضعه هي لا لسبب سوى أن غاية هذه محلت بالرغم من تأكيد وزير الرياضة في الكثير من المرات بأن الملاعب بنيت لإفادة الرياضة الجزائرية قبل نظيرتها الإفريقية إلا أن إخفاقا كهذا قد يعلق مشاريع الوزارة وكرة القدم الجزائرية برمتها فهل سيكون تنكر حياة للجزائر صفعة وفخان ستقع فيه الرياضة في البلاد ومسؤولها أم أنه السقوط الذي سنقف بعده بشكل أقوى والضربة التي ستزيد من همة مسؤولنا في إصلاح كرتنا وهياكلها لتجاوز أمس أليم والتطلع لغد أجمل